شكرا حتى نظلم رسالة تقول أنا يا شيخ زوجي مات رحمه الله منذ أربعين يوما ودائما كلما أستيقظ ليس مناما أراه بجواري فهل هذه روحه شوف هو الآن ذكرتني بقصيدة أنت لابراهيم ناجي أتوقع والله نسيت كقصيدة بداية ثم القصيدة أقول لك هو مات الآن رحمة الله عليه لا روحه ولا جسده بجوارك إذا استيقظته ومن ورائهم برزخون إلا يوم يبعثون علمتي أنت لن تلتقي به إلا في المنام إذا نمتي لأنك أنت أصبحت بحكم الميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النوم وأخو الموت حين يوم النام وتطلع روحنا إحنا موتة ما في فرق بيننا وبين الموتة إلا أن جسدنا ما زال يعمل الميت جسده توقف والميت ما ترجع روحها للجسد ويتحل الجسده إحنا ترجع روحنا للجسد وما يتحل الجسدنا فأنت ميتة فلما تموت أنت في المنام يعني تنامين تأخذين حكم الميت تلتقي مع زوجك عادة ذلك مستحيل تلتقي معه إذا استيقظت لهذا يقول أحدهم فقد زوجته يقول قصيدة جميلة امرأة عفوا فقدت زوجها تقول لزوجها في القصيدة دائما تستيقظ وترى زوجها ماما فتقول له أحقا كنت في قربي اسمع أحقا كنت في قربي لعلي واهم وهمة لا لا نتخيل أحقا كنت في قربي لعلي واهم وهمة تكلم سيد القلب قل لي لم يكن حلما دنوت إلي مستمعا فبحت فبحت وعلمت ما بحت بعادك والذي صنع وهجرك والذي ذقت وحبي ويحه حبي تبيعك حيث ما كنت في عينيك في عينيك تقتيل وفي البسمات غفران وأنت حزن الشمس في الغسق وأنت حينا من النهر وأنت حرارة الشمس وأنت جمال الظل وأنت تجارب الأمس وأنت براءة الطفل وأنت الحسن وأنت الحسن ممتعا وأنت الحسن ممتعا والله نسيتها وأنت الخير مجتمعا مجتمعا نسيت خلاص المهم فكانت القصيدة جميلة جدا لا ذختي أنت ما رأيتي زوجك حقيقة أنت فقط تخيلت تخيلتي وأسأل الله عز وجل نجمعك بفي جنة النائم أسأل الله الذي لا إله إلا هو بمن يوكرم وفقنا وياكم للطاعته نلتقي بكم بإذن الله كل اثنين وأربعاء من السابعة حتى الثامنة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في برنامجكم أفتوني كان أخوكم ومحدثكم ومسي ميوسف استودعكم الله ترجمة نانسي قنقر